استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم باترس كين رئيس مجلس إدارة شركة تليس الفرنسية وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري واللواء أركان حرب طارق زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات والعقيد بحري أحمد عادل بالقيادة الاستراتيجية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهدت تباحث حول آفاق التعاون مع الشركة الفرنسية بات الخبرات العالمية في مجل تكنولوجيا البصريات والإلكترونيات والأمن السيبراني وتطبيقاتها في القطاع المدني والخدمي وذلك بالتعاون مع الشركة العربية العالمية للبصريات وشركة بنها للصناعات الإلكترونية وقد أكد الرئيس السيسي بوجه عام على مسيرة التعاون المتميزة بين مصر وفرنسا خاصة ما يتعلق بنشاط الشركات الفرنسية في مصر ومساهمتها في عملية التنمية والتي مثل نجاحها في مصر نقطة للانطلاق لها إلى مختلف دول المنطقة والتطلع مصر لمواصلة هذا التعاون وتطويره لأسيما مع شركة تاليس ذات الخبرة العريقة في مجال البصريات والإلكترونيات كما وجه الرئيس السيسي بالاهتمام برفع القدرات البشرية في إطار التعاون مع شركة تاليس من حيث التدريب والتأهيل العملي والفني وذلك لإعداد كوادر من المهندسين في تلك المجالات المتخصصة ومن جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة تاليس عن الاعتزاز باللقاء السيد الرئيس لبحث مسيرة التعاون مع مصر مؤكدا أهمية دور مصر كحليف استراتيجي لفرنسا ومشيرا إلى الحرص على التعاون المثمر مع مصر بشأن مجال نشاط الشركة وكذلك ما يتعلق بالتدريب والتعليم لنقل المعرفة وتوطين الصناعة وتعزيز قدراتها في مجال البصريات